هل فقدت الميليشيات في العراق نفوذها بعد أكثر من عام على تسلم محمد شيع السوداني رئاسة الحكومة؟ سؤال يبدو محرجا للسوداني الذي قال عند تكليفه إن أسس خطة حكومته إنهاء فوضى السلاح والنفوذ الذي تتمتع به الميليشيات وتتحدث تقارير إعلامية أن السوداني على العكس تماما اتبع استراتيجية لتمكينها واحتوائها في سبيل الحفاظ على حالة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد حيث أعطيت ميزات مالية وأمنية مع التغاضي عن إخراجها من المناطق التي تسيطر عليها أضخم المميزات الممنوحة للميليشيات والسمح لها بتأسيس الشركة المهندس برأس مال تجاوز 68 مليون دولار وفوزها بعدد كبير من العقود كذلك وفق السوداني على قبل توظيف أعداد كبيرة من عناصر الميليشيات في موازنة عام 2023 بواقع يتجاوز 100 ألف درجة وظيفية لكن الأخطر بحسب موقع ميدل إيست أونلاين بأن مجالس المحافظات القادمة ستكون البوابة الخلفية للبرلمان مع عطاء ضوء أخضر لدعم السياسيين التابعين للميليشيات للترشح على الجانب الآخر لا يزال السوداني يرفض وصف حكومته بأنها حكومة منبثقة عن الإطار التنسيقي الموالي لإيران ويؤكد استقلاليتها وسعيها لتكون محورية في المنطقة وتحافظ على الاستقرار الأمني في العراق ثمن كبير على ما يبدو دفعه السوداني مع جملة من التنازلات قدمها بدت نتائجها واضحة في توقف الميليشيات عن الهجمات التي تستهدف مطاري بغداد وأربيل والسفارة الأمريكية في العراق وهو ما أكده تصريح القيادي في ميليشيا حزب الله أبو علي العسكري بأن السفارة الأمريكية عادت لعملها الدبلوماسي بعدما كانت ثكنة عسكرية وبالعودة إلى الميليشيات وصعودها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً في العراق فهي بداية تحول جديد لم يكتمل بعد بحسب خبراء سياسيين كانت تمهد له بمشاركتها بالعمليات العسكرية عام 2014 لاكتساب شرعية ربطتها بمنظومة السلطة والتي لم تتوانى عن استخدامها في قمع التظاهرات الشعبية ضدها لإنتاج نظام جديد يصفه العراقيون بحكم اللصوص والذي يجرد العراق من فهمه كدولة